الحقيقة فيه ظاهره جديده كده حبه اختم معاكم بحاجه لطيفه قبله ما اختم الحلقه ظاهره غريبه ظاهره اليومين اللي فاتوا تحديدا وبرضه من سنتين ظهرت حاجه شبهها والاتنين دلوقت مبقوا كده عارفين ري اس بعض يعني ردوه الشربيني و ياسمين عز في الفتره على طبعا كام سنه الي فاتوا دايما بيحاول النظام انه يطلعلك ازرع جديده كده تجهدك تجهدك في حاجات وفي مشاكل ملهاش علاقه خالص بالواقع الي انت بتعيشه يعني احنا في الوقت اللي بنتكلم فيه عن ان الحياه غليه الاسعار مرتفعه الدخول بتقل ازمتنا الاقتصادية وامور كتيره جدا 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 تلاقيهم كده من وقت الاخر مطلعين لك ردوه الشربيني اللي يعني بين قوسين مطلعين عليها انها الست اللي خربت نص بيوت مصر يعني وان كان الحقيقه ده مش حقيقي يعني ده مش حقيقي لان اللي بيسمع لها عايز يسمع لها واللي بيقتنع بكلامها عايز يقتنع بكلامها و اظن ان الموضوع جزء كبير منه جدا السوشيال ميديا اخيرا بقى يعني لقينا الحاله اللي هي العكس تماما لردوه الشربيني يعني ردوه الشربيني مع المرأة قلبا وقالبا طول الوقت يعني كان بتسخنني انا شخصيا لما اسمعها لأ ومش عارف ايه و بلوك 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 اللي كانت بتعملها دي وعملت مشاهدات كبيره جدا وعملت شهره كبيره جدا 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 وبقى الترند كانت ومازالت لحد ما جات الاخت ياسمين عز وشالت شوية من تحتها الترند للنقيد تماما الست بتطلع كل حلقه ما عندهاش حاجه في حياتها الا انها بتمدح في الرجل بتدافع عنه بشراسه بتحاول طول الوقت انها تكون لسانه والحاجه اللي اصلا اصلا ما تجيش في احلام الرجل بتطالب ياسمين عز زوجتهم وخطبتها وكل حاجه ان هي تنفذها ده يعني ده وصلت في فيديو من الوديوهات ما عافش الفيديوهات يبتقع في طريقه لي الصراحه وهي بتقول ده انا اجيب فساتين الماركات من الدولاب وحطها تحت رجل كده يدوس عليها بجزمته كده يدوس عليها بجزمته مش بفلوسه مش هو اللي جايب ومش عارف ايه وحاجات كده ومعرفش تقولي الجوزك خد كيس الزباله وانت نازل ده ما ينفعش انت قصص قصص يعني يا جماعة والله العلاقه بين الرجل والمرأة لا محتاجه ردوه تسخن الستات قوي ولا محتاجه الست دي انها يعني تزل الستات قوي كده ده غير بقى الانبهار والاعجاب والمش عارف ايه اللي طالع عليها من شوية مجموعة من الرجال اللي يعني منهم الشيخ الشيخ الدعاية الدعاية اسمه ايه ده رشدي ده عبدالله رشدي اللي يعني وصلات الغزل والمتح بينهم وبين بعض تجيب لك ضيوف عشان يقيدوا كلامها وطلعت واستضافت مثلا فنانه مصرية لطيفه كده اسمها صفاء جلال طلعت وتقيد الكلام بتاعها وتقول لها اه يعني والله والله الرجل والمرأة ما محتاجين لا يسمين ولا ردوه ان هم ينظموا العلاقه بينهم خالص ما الناس عايشه من قديم الازر من غير دي ومن غير دي والدنيا كانت حلوه وتمام وكويسه وكل حاجه ايه الجديد بقى اللي خلى الظواهر الغريبه دي تسقط علينا انا مش عارف تعالوا نشوف صفاء جلال كده وهي بتسقف وبالطبل ياسمين عز بس انا اللي اخترت ان انا اتجاوز واجاوز بشكل معين واجاوز راجل شرقي اه ام 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 امشي على هواه هو وامشي على حسب هو بيحبيه الله لا انتش فهمه انا والله العظيم انت النهاردة انت بتردي يعني انت بتقولي اللي مفروض يقول يعني ناخد الكلام كله على بعض زوجها بيقدرها فهي بترد الحاجه الحلوه عشرة لانه اكيد اكيد مش هتردي الحلوه بيدي وحش انا ايو ما فيه رجال وحشه كتير جدا يعني انا ليس احاب كتير انا 90% مطلقات اه بس انا عشان بحط فساتين الترنديات عند رجلي جوز يدوس عليها وهو داخل اكيد مش هنقول مش مش هتطلق ايا عندها صاحباتها مطلقات عشان ما بتسيبهوش يدخل بالجزمة في الصالون بتاع بيتهم هي قصه معموله عشان خاطر يلهيك عن مشاكلك وعن حالك وطبعا كل حد منهم عايز يزود المشاهدات ويزود الجدل اكتر فيبدأوا بقى يفتحوا جباهات ويقولوا كلام كده مبطن من تحت تحت خلى ناس كتيره يفكروا ان انها تقصد بكلامها رضوه شربيني بطريقة غير مباشرة ما قالتش رضوه خالص لكن تلقيح بقى كلامه قالت انها بتنام وضمرها مرتاح لانها بتدعو للسكينه وللمواده ومش هتشيل زنب اي ستة حردتها في يوم من الايام على جوزها وكلام بقى كده خناقه يعني مش لطيفه الحقيقه بين اتنين من الاعلاميات واثنين في قناتين تابعين للنظام وتابعين للمتحده وحاجه كده اخر بؤس الحقيقه شكر الله وشكر الله اني بنام بالليل وضميري مرتاح جدا في حالة سكينه لاني بدعو للسكينه والتقدير والمواد والاحترام وان البيت يفضل عامر بيكم عمري عمري ما هو غير ده وعمري ما هنام وانا شايل زنب اني سخنتك وقومتك على جوزك وخربت بيتك بكلامي وانا قعد برا عايش حياتي بالطول والعرض طبعا معارك الاضواق دي طرف اساسي فيها ردوه الشربيني اللي دايما على لسانها خليك مصدقه انك اهلا حاجه حصلت في الدنيا وما تخليش كل حياتك الراجل ومش عارف ايه وخلي لنفسك اهتمامات ودخلي في اهتمامات لنفسك وما تركزيش ابدا في الحاجات اللي هي دي والحقيقه انا اظن ان كل واحده منهم بتقول غير الحقيقه وكل واحده منهم لو في نفس موقف اللي بتنصحها واللي بتقدم لها النصيحه اكيد هيكون ردد فعلها مختلفه خالص تعالوا كده نشوف فيديو لطيف كده عاملينه الناس والشباب على السوشيال ميديا للشخصيتين الاشهر دلوقتي في الاعلام المصري وعلى السوشيال ميديا وهم بيردوا على بعض بيقولوا ايه ده انت تروح هناك تدرب موهند وتقعدوا في البيتارك موهند موهند وثمر خليك دايما صوتك واطي وطبعك هادي لا وبشوشة اه 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 حتى لو هتمسلي يعني مسلي ان انت صوتك واطي لحد لما تبقى الموضوع فيك حقيقي يعني ايه هتدخل تدوس على السجاد ايه موجيبة بفلوسه ايه هتزعى لأ اشتري نفسك لأ لأ اه مستمع مسلسلات مع دراما دي غير حقيقية بالمرة مع السلام وعندي زبار يوجعني يا قطاع واجوس على قلبي هم الواحد بتتحامل بتترق بتتحامل معاملة مش رطيفة زعب الميع دبوسة كبيرة للبابا ومع السلام ما تخلوش نبي البرامج دي والفرج عليها يعني اللي عايز تفرج هو من باب التسليه يعني كتير طبعا انا بشوف الحقيقه وبالنسبالي رضوه الشربيني مقبوله كتير مقبوله كتير الحقيقه عن ياسمين عايز بشوفها من بابل اه نشمع ونشوف ونزعلانه وبتخانق وبتحرد وبتعمل وطبعا ده اللي خلق لنا برضو ظواهر كده غريبه زي مثلا الاستاذة نهادة بالقمصان اللي بتقولك الرضاعة مش فرد ومعرفش الزوجه تطبخ ولا ما تطبخش تراعي الولاد ولا ما تراعيش وقصص كده اللي بدأت تطلع يعني بس بصيغه يعني فيها نكهه حوقيه جدا والله انا مع المرأه جدا 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 قلبا وقالبا بس لا دي بتمثل المرأه ولا دي بتمثل المرأه يعني دول ممكن نقول ان هم بيمثلوا تجاربهم الشخصيه يعني مثلا انا اتوقع ان رضو الشربيني دي قبلت حاجه في حياتها موقف صعب جدا جدا خلاها بتنتقم بتنتقم من كل ما هو مذكر في صورة انها بتحرد النساء على حاجات كتير والتاني دي انا معرفش يعني ايه مشكلتها في الحياه الحقيقه هل هو بس جذب مشاهدات هي ظاهرة فعلا فعلا ياسمين عز دي ظاهرة غريبة جدا 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 والاغرب انك بتلاقي بقى مجموعة من الاعلامين يطلعوا ينتقدوها ويهجموها زي مي حلمي مي حلمي دي اللي هي برضو اظن كانت واحده اعلاميه رياضيه اظن بتقدم كوره وبرامج رياضه يعني صح انا كده افتكرتها اعلاميه رياضيه هي دلوقتي مقيمة في دبي بشكل كامل برضو هي كمان طلعت هي ويا ياسمين الخطيب وهجمو ياسمين عز عشان هجمت ردو الشربيني فمي حلمي بتقول اللي تقول كده على زملتها واحده من نفسنا عليها مش اكتر مش اكتر ما البرامج كتير والهبد كتير اقلبي يا حبيبتي واتفرجي على ردو الشربيني مدام ياسمين عز مش عجباكي ولا ياسمين عز واجعاكم هي حره في راييها يدوس على السجاده اه لا دي معاها مش ضدها ده انا فهم ان هي مع ياسمين انا فاكم ان هي مع ردو الشربيني لا ده طلعت بتهاجم ياسمين الخطيب عشان الكلام ده لا دخنها حلوه قوي ما تقلبي يا حبيبتي وتفرجي على ردو الشربيني مدام ياسمين مش عجباكي ولا ياسمين عز واجعاكم هي حره في راييها يدوس على السجاده يدوس على وشها هي حره وكل واحده حره تعامل جزها ازاي ولو بتنصحهم يبقوا كويسين مع اجوازهم دي حاجه حلوه مش حاجه وحشه واحترم زملتك ما اجرمتش ولا لازم تطلع تقول ادي جوزك بالشبشب عشان تنبسطي اه اسفه اصلها مسماعه مش عارفه ايه كده الفشله ايه هو راتح بصوا من الاخر يعني هو راتح يعني انا مش عايز اكمل هو راتح يعني ايه مجموعه من الاعلاميات كده ردو الشربيني وياسمين عز ومي حلمي وياسمين الخطيب طلعوا الاربع ردحوا البعض على السوشيال ميديا وكل واحده ويا حبيبتي والليبي وحاجه مستوى انا مشوفتوش قبل كده ده مستوى الاعلام اللي بيخرج من مدينة الإنتاج الاعلامي ده مستوى الاعلام اللي بيخرج لنا من المتحده للإعلام ده مستوى الاعلام اللي النظام المصري عايزكم تسمعوه وتشوفوه وتنسوا مشاكلكم وتنسوا بلويكم الفقره لسه طويله بس فعلا انا زهقت وتخنقت منها لان فعلا عيب قوي المستوى اللي راحولو ده واللي وصلولو الاعلاميات اللي المفروض ان هما بيشكلوا وعي اجيال بتتفرج عليهم قاعد طول اليوم افكر في البوست بتاع ياسمين اسمها ايه؟ مي حلمي ده ده في حتة تانية الحقيقة وعموان كده كده انا وقت تقريبا انتهى انا بشكركم وبشكركم على متابعتكم النهاردة لينا وان شاء الله اشوفكم التلات القادم وبداية غدا ان شاء الله مع الزميل عزيز عماد البحيري واسبوع موفق ان شاء الله شكرا لكم وتصبع على خير